اهلا بكم الى موجز لاهم الانباء تستأنف اليوم المفاوضة بين وفدي روسيا واوكرانيا عبر تقنية الفيديو وقال عضو في الوفد الاوكراني المفاوض مع روسيا ان المحادثات بين موسكو وكييف ستتواصل عبر قنوات اتصال الالكترونية مشيرا الى ان بلاده اقترحت مشاركة الرئيسين الروسي والاوكراني في محادثات اليوم لكن الجانب الروسي طلب مزيدا من العمل الذي يتعين القيام به على مسودة اتفاقية وقف اطلاق النار والسلام بين الطرفين طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المشترين الاجانب بتفعي ثمن الغاز الروسي بالروبل ابتداء من اليوم الجمعة وإلا سيقطع الامدادات وهو تهديد رفضته العواصم الاوروبية وقالت عنه بيرلين انه يصل الى حد الابتزاز وتهدد خطوة بوتين باحتمال خسارة اوروبا اكثر من ثلث امداداتها من الغاز في الوقت الذي وضعت المانيا وهي اكثر دول الاوروبية اعتمادا على الغاز الروسي خطة طوارئ قد تؤدي الى تقنين الاستهلاك في اكبر اقتصاد اوروبي قال رئيس تونسي قيس سعيد خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن ان الانتخابات البرلمانية لن تجرى خلال الشهور الثلاثة المقبلة واعرى باس عيد عن استغرابه من الخطاب حول ضرورة اجراء انتخابات تشريعية في غضون ثلاثة اشهر بعد اعلان حل مجلس النواب لن نتركهم ابدا يصلون الى هذا وبالامس يتحدثون عن ثلاثة اشهر للانتخابات وكأن الامر يتعلق بالانتخابات وفق الفصل التاسع والثمانين لا اعلم من اين اتوا بهذه الفتوى ومن نصب نفسه مفتيا للديارة التونسية في القانون الدستوري نحن نتحدث عن دولة وعن استقلالها وعن استمراريتها لا ان نتحدث عن موعد الانتخابات تم الاعلان قال وزير الخارجية تونسي عثمان الجرندي ان زيارته للجزائر تندرج في اطار التشاور والتنسيق بين البلدين والتواصل المستمر على مختلف المستويات جاء ذلك عقب استقباله من قبل الرئيس الجزائري عبد المجد تبون حيث سلمه رسالة من رئيس بلاده قيس سعيد تضمنت التحديات التي تواجهها المنطقة تأتي هذه الزيارة كسنة تشاور سنها سيد رئيس قيس سعيد مع اخيه فخامة الرئيس عبد المجد تبون وتداولت هذه السنة واصبحنا دائما في اتصال مباشر على كل المستويات وتشاور مستمر في امهات القضايا المطروحة سواء كان ذلك ثنائيا ومن بين هذه المحطات المقبلة هي اللجنة العليا التي سوف تنعقد ان شاء الله في الفترة القادمة وكل من ناحيته جاهز لهذا الاستحقاق الهام الكبير الذي سوف يدعم علاقات الأخوة وعلاقات التعاون والتكامل بين تونس والجزائر صوت مجلس الامن الدولي الخميس باجماع اعضائه على تشكيل قوة جديدة تابعة للاتحاد الافريقي لحفظ السلام في الصومال تتمثل مهمتها في مكافحة حركة الشباب وتحل القوة الجديدة التي اطلق عليها اسم اتيميس محل القوة الحالية مهمة الاتحاد الافريقي في الصومال اميسون ويبلغ عدد افراد هذه القوة الجديدة عشرين الف عسكري وشرطي ومدني وسيخفض بشكل تدريجي الى الصفر بنهاية عام الفين واربعة وعشرين فشلت اثيوبيا امام الجمعية العامة للامم المتحدة في التصويت على نص يمنع تمويل تحقيق الامم المتحدة فيما وصفتها بانتهاكات حقوق الانسان من قبل اطراف الازمة في البلاد بين قوات الحكومة ومتمرد تيجرايا وصوتت ستة وستون دولة عضوا في المنظمة ضد اقتراح اثيوبيا فيما ايدتها سبعة وعشرون اخرى هذا وقال المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة ستيفان دوجاريك انه على السلطات الاثيوبية التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان باعتبارها عنصر حاسم في مسئولية الدولة حسب تعبيره ختام الموجز الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة